بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد أن تحدثنا في سلسلة الدروس السابقة عن أفضل الاستضافات وكيف قمنا بحجز الاستضافة المناسبة لبنقعنا وكيف أضفنا اسم نطاق ثاني للاستضافة نتحول الآن إلى القسم الثاني من هذه الدورة وهو البدء في بناء موقع الالكتروني من خلال الورد بلس حاليا سندخل إلى لوحة التحكم الخاصة بالورد بلس وقد ذكرنا في الدرس السابق بأننا قمنا باختيار قالب عشوائي فقط لأجل تنصيب الورد بلس مبدئيا ونحن الآن بصدد إضافة قالب ورد بلس جديد خاص بنا وقع اختياري على قالب واسمه نابولي برو وهو من فيمزي طبعا القالب ليس مجاني وهو مساعر على الموقع بتسعة وخمسين يورو أي ما يعادل خمسة وستين دولارا طبعا بعد التواصل معهم أخذنا سعر خاص لهوس التكنولوجيا وهو بسعر خمسة عشر دولار فقط لهذا القالب أي يمكنك شراء القالب بخمسة عشر دولار فقط طبعا لماذا أوقع اختياري على هذا القالب؟ هذا القالب رائع جدا بالنسبة للمدونات الشخصية والإلكترونية والتقنية وأي موقع يدعم المقالات إذا كان لديك مقالات وتدوينات فهذا الموقع رائع بالنسبة إليك كما أنه ما يميز هذا القالب هو طريقة عرض بعض المقالات حيث يحتوي على تخطيطات خاصة بالمجلات والمواقع الأخبار الرياضية والسياسية والاقتصادية وغيرها العديد من الأنواع الأخرى لنأخذ نظرة عن القالب هذه معينة للقالب أول تخطيط في أول ظهور للموقع يوجد لديك هذا السلايد هذا السلايد من خلال إعدادات الموقع يمكنك اختيار التصنيف الذي سيتم عرضه في هذا السلايد واختيار التوقيت الخاص بك والذي يناسبك للتنقل من مقالة إلى مقالة فأنا وضعت مثلا سبع ثواني للتنقل ما بين كل مقالة ومقالة أو يمكنك الضغط على هذه الأسهم للتنقل بين المقالات وأن أعجبتك أي مقالة يمكنك الضغط عليها للدخول إليها ومعرفة التفاصيل أكثر عن المقالة يدعم أيضا القالب تخطيط مجلي المواقع التي تستخدم المجلات والأخبار فكما تشاهد هذا النوع من التخطيط حيث يظهر فيه مثلا أربع مقالات طبعا في كل نوع من الأنواع يمكنك اختيار التصنيف وعدد المقالات التي ستظهر في هذه المعينة اخترنا أربع مقالات تظهر آخر مقالة في هذا التصنيف بهذا الشكل بارزة وتظهر بقية المقالات بهذا الشكل بشكل مصغر التخطيط التالي ويظهر فيه عمودان كل عمود له تصنيف خاص به يمكنك التحكم به بشكل يدوي كما تريد ويمكنك أيضا التحكم بعدد المقالات التي ستظهر في كل عمود والتخطيط التالي وهو التخطيط يظهر فيه آخر مقالتان بشكل بارز أكثر وصورة مكبرة وأيضا يظهر أسفل المقالتان ثلاث مقالات أخريات بشكل أصغر أيضا يمكنك التحكم بعدد المقالات التي ستظهر والتخطيط الأخير وهو يظهر بهذا الشكل بشكل شبكي وأيضا يمكنك التحكم بعدد المقالات التي ستظهر بالنسبة للمقالات التي ستظهر في الشاشة تظهر بهذا الشكل عمودان يظهران بهذا الشكل تظهر فيه جميع المقالات الموجودة على موقعك أيضا يوجد زر لتحميل المزيد من المقالات أو إذا لم يعجبك هذا الزر يوجد خيار له تستطيع من خلاله أن تجعل الموقع يعرض لك صفحات وأنت تختار عدد المقالات التي ستظهر في كل صفحة ما يميز هذا القالب أيضا وهو يعمل على جميع الأجهزة الأخرى فمثلا هذا الشكل يتم عرضه على الحاسوب وهذا على التاب بشكل مائل وهذا على التاب بشكل عمودي وهذا على الهاتف بشكل أفقي وهذا على الهاتف أيضا بشكل عمودي فكما تلاحظ بأنه مناسب لجميع أنواع الأجهزة الصغيرة والكبيرة طبعا يتوفر نسخة مجانية من هذا القالب ويتوفر نسخة مدفوعة لنتعرف على الميزات الخاصة بكل ميزة طبعا يتوفر نسخة مجانية ونسخة مدفوعة النسخة المجانية تستطيع استخدامها بلا مشاكل لكن لن تحصل على بعض الإعدادات المتقدمة الخاصة بالقالب والتي سنراها حاليا يمكنك مشاهدة الفرق على موقع حوس التكنولوجيا tecmania.net والرابط موجود في أسفل الفيديو كما تشاهد هذا هو القالب يمكنك إعداد الألوان به كما يناسبك فهو افتراضيا هنا باللون الأحمر الفاتح بينما هنا يمكنك تغيير الألوان لون الهدار ولون القوائم الجانبية وخلفيات العناوين في وسط الموقع هنا بعض الميزات المتقدمة في الموقع في النسخة المدفوعة يمكنك إنشاء قائمة علوية فرعية مثل هذه القائمة هذه قائمة علوية فرعية تستطيع إضافة أي شيء فيها أيضا يدعم إظهار أيقونات التواصل الاجتماعي هنا إذا كان لديك صفحات التواصل الاجتماعي كاليوتيوب والفيسبوك وتويتر وغيرها والإنستجرام وغيرها من الصفحات التواصل الأخرى فيمكنك إضافتها هنا بشكل سهل وسنتعرف عليها مفصلة أنا الآن أقرأ فقط بعض النقاط أما سنتعرف على جميع قوالب هذه الشركة مفصلة خيار لإظهار مربع البحث في الألة على شكل مكبرة هذا هو مربع البحث تستطيع كتابة ما تريد هنا للبحث عنها ضمن الموقع أيضا يدعم إظهار سيرة الكاتب أو المدون أسفل المدونة فإذا ذهبت إلى أي مقالة ونزلت إلى الأسفل سوف تراحظ هنا وجود صورة الكاتب واسمه وكلمة عنه هذه طبعا أنت تقوم بتعبئتها ضمن خيار محدد في إعدادات القالب يوجد خيار لإظهار الزر القفز إلى الأعلى مثلا لو كنت في الأسفل يوجد خيار هنا للقفز إلى الأعلى بشكل مباشر لكنه غير ظاهر حاليا في المعينة أيضا أزرار التنقل بين الصفحات في التذيل كما تلاحظ هنا يوجد زر لعرض المزيد من المقالات في كل ضغطة يتم إظهار 6 مقالات أو 8 مقالات أو حسب اختيارك إذا أردت إلغاء هذه الميزة يمكنك إلغاءها وإضافة الأزرار 1 2 3 العادية وتظهر بدل هذا الزر وفي كل صباحة يمكنك تحديد عدد المقالات التي تريد عرضها أيضا يتوفر تذيل خاص بالصفحة وتستطيع إضافة 4 أقصان في تذيل الصفحة طبعا في النسخة المجانية غير متوفر هذه الخيارات بالنسبة للتذيل هذا هو التذيل كما تلاحظ هذا قسم 2 3 ويمكنك إضافة القسم الرابع وفي كل قسم تستطيع إضافة العديد من الأوامر الأخرى أيضا في النسخة المتفوعة خيار لإظهار عبارة حقوق الملكية وهي تظهر هنا يوجد لها خيار خاص طبعا القالب يدعم اللغة العربية بشكل كامل ولا يوجد أي مشاكل مع اللغة العربية تستطيع معاينة القالب بشكل عملي وطبيعي على موقع هوس التكنولوجيا والذي يظهر رابطه أسفل الفيديو أيضا يدعم الموقع إضافة التخطيطات المجلية للقاوام الجانبية ليس فقط هذه الأعدادات هذه التخطيطات يمكنك عرضها بأول الصفحة ويمكنك عرضها بصفحة مستقلة وأيضا يمكنك عرضها في القاوام الجانبية الوجهات كما تلاحظ في هذه الصورة عند الدخول إلى الوجه يظهر لك نوع التخطيط الذي تريد إضافته على الوجه طبعا وهنا فروقات كثيرة تستطيع قراءتها هنا فمثلا سلايدر الصفحة السلايدر الرئيسي هذا متوفر في النسخة المجانية أيضا مثلا القائمة العلوية الرئيسية متوفرة أيضا في النسخة المجانية القائمة الرئيسية يعني هذه هي القائمة والفرعية غير متوفرة مثلا مربع البحث العلوي غير متوفر طبعا مربع البحث غير متوفر في النسخة المجانية هنا أما بإمكانك إضافته مثلا في القوائم الجانبية في النسخة المجانية إعدادات القوائم يوجد أربع أنواع من القوائم في النسخة المدفوعة ويوجد قائمتين فقط في النسخة المجانية إعدادات الألوان يمكنك تغيير الألوان الموقع حسب ما تريد وغير ممكن تغيير الألوان في النسخة المجانية خطوط جوجل بإمكانك استخدام أكثر من ألف خط في جوجل وغير متوفرة في النسخة المجانية سيرة الكاتب أو المدون التي ظهرناها قبل قليل وهي بعض الكتابات عن الكاتب أو المدون غير متوفرة في النسخة المجانية تخطيطات المجلات والتي ذكرناها قبل قليل أربع أنواع من التخطيطات هذا التخطيط وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وربما ستزداد إلى الخامس والسادس في التحديثات القادمة إن شاء الله طبعا يتوفر تخطيط واحد فقط في النسخة المجانية وأربع تخطيطات في النسخة المتبوعة زر القفز إلى العلى غير متوفر في النسخة المجانية تذيير الموقع غير متوفر في النسخة المجانية ويتوفر أربع أقسام منها الزرار التنقل بين الصفحات غير متوفرة في النسخة المجانية عبارة حقوق الملكية أيضا غير متوفرة في النسخة المجانية والدعم المجاني غير متوفر للنسخة المجانية ومتوفر مدى الحياة على النسخة المدفوعة أذكر بأن سعر القالب 65 دولار من الشركة الأوم بعد تواصلنا معهم مع الشركة تحصلنا على سعر 15 دولار عن طريق موقع حوس التكنولوجيا طبعا يوجد العديد من الإضافات المرفقة مع القالب سنذكرها إن شاء الله في دروس لاحقة ومن الموقع أيضا يمكنك تحميل نسخة مجانية من القالب واستخدامها بشكل طبيعي لا يوجد أي مشكلة لكن لن تحصل على بعض الإضافات التي ذكرناها قبل قليل لتثبيت القالب سنذهب إلى المظهر ثم القالب سنضغط على أضف جديد بإمكانك اختيار أي قالب مجاني تراه مناسب لموقعك أنا بالنسبة لي سأختار القالب نابولي سأختار تنصيب ثم تفعيل حاليا أنا قمت بتنزيل النسخة المجانية من القالب هذه هي النسخة المجانية من القالب وسنتعرف على بعض التفاصيل الأخرى إن شاء الله طبعا أنا لدي ترخيص قمت بشراء الترخيص طبعا لتفعيل القالب بعد شرائك للقالب من موقع حوس التكنولوجيا سيتم إرسال إليك ملف تقوم بإضافته كإضافة عادية وبذلك يتم تفعيل القالب لتفعيل القالب سننطلق إلى الإضافات ثم أضف جديد ثم رفع إضافة اختيار ملف وهنا سنختار المكان الإضافة الموجودة وهي نابولي برو ثم نضغط على تنصيب الآن تفعيل والآن قد حصلنا على نسخة من القالب بشكل كامل وإن شاء الله خلال هذه الدورة سنتعرف على الميزات التي ذكرناها سابقا بعد تفعيل الإضافة بإمكانك الآن الذهاب إلى إعدادات الخاصة بالقالب ومن ثم اختيار ما تريد تعديله فمثلا تختار الألوان theme option ثم نحدث theme colors ونختار مثلا لون الهيدر الترويسة نختار أي لون مثلا هذا اللون أو أزرق مثلا الألوان الأزرار وألوان اللينكات تستطيع أيضا تغيير ألوانها كما تريد والترويسات سنتعرف عليها إن شاء الله في الدروس التالية أيضا هذه هي القوام الجانبية بإمكانك تغيير أشكالها وألوانها كما تريد وأيضا التذيير الموقع أيضا بإمكانك تغيير لونه بالشكل الذي تراه مناسبا بعد الانتهاء سنضغط على زر نشر سلام الرفريش للموقع وبالتالي حصلنا على الشكل الذي قمنا بإعداده في الدرس التالي إن شاء الله سنتعرف على أولى الإضافات التي يجب تنصيبها في الموقع والاستفادة منها نلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا أبدا متابعة جميع دروس كيف تبني موقعك بنفسك يوجد رابط قائمة التشغيل أسفل هذا الفيديو في الوصف نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة